في الأولى الأخيرة بما يخص الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان هل يمكن فعلا أو هل زادت فعلا احتمالية امتداد الصراع إلى حرب مفتوحة مع لبنان هذا صحيح ومنطقي ما رأيناه الآن كان نوع من مشهدية تبادل لإطلاق النار على الحدود الشمالية لإسرائيل كانت تستفيد منها إسرائيل للقول أن هذه الجبهة محصنة والجيش الإسرائيلي يدافع عنها وكانت تستفيد منها إيران عبر حزب الله للقول أن إيران موجودة في هذا المشهد الذي للأسف يعني تحاول إيران القول أنها هي التي تتصدى لإسرائيل وليس أي مكون عربي آخر الفشل الإسرائيلي وعملية فك الاشتباك في غزة ربما قد يطرح لدى الإسرائيليين محاولة البحث عن امتصار جديد ولو شكلي وقد يكون لبنان يعني جبهة لبنان مع فلسطين المحتلة هي جبهة مرشحة لنوع من تصعيد جديد سيما أنه لدانا القراءة 1701 الذي طبعا لم تستطع الدولة اللبنانية إدارته بحكمة وبما يضمن مصرحة لبنان واستثمرته إيران طبعا في مزيد من الانتشار العسكري في الجنوب اللبناني وهذا قد يشكل حجة يعني على المستوى القانوني الدولي قد لا يستطيع لبنان الدفاع عنها ولكن في مطلق الأحوال أنا أعتقد أنه في اللحظة الأولى التي ستأخذ القيادة الإسرائيلية قرارها بالعدوان على لبنان المسألة لن تعود في لبنان مسألة حزب الله يطبق 1701 أو لا يطبقه هناك طبعا جبهة جديدة ستفتح بكل القدرات الموجودة ولا أعتقد أنه ستكون إسرائيل أكثر حظا في الجنوب اللبناني وربما تلجأ إلى التدمير كذلك للقول أنها تنجز شيء ما هذا هي المشهدية يعني وأعتقد أنه يعني الولايات المتحدة ليست نادمة على مزيد من تدمير هذه المنطقة لقد تكون هذه نقطة أساسية في الاستراتيجيات الأمريكية جهودها في اتجاه عدم توسع الصراع إلى لبنان وأساسا هل إسرائيل قادرة على فتح الجبهة اللبنانية في نفس الوقت مع جبهة غزة هذا صحيح ربما كانت لا تريد توسيع الجبهة لأنه كان الجهد الرئيسي من صب في غزة أنا أقول عندما تبدأ إسرائيل بعملية فك الاشتباك وتقيم تدبير في غزة تعتقد أنها تؤمن استقرار وحداتها ساعة إذن ستبحث عن انتصار في لبنان الولايات المتحدة كانت لا تريد أن تفتح الجبهتان في الوقت عينهي ولكن عندما تهدأ جبهة غزة في عملية إعادة الانتشار وترتيب منطقة عازلة طبعا ستكون الوحدات العسكرية الإسرائيلية بمنأة عن الدخول في معارك واسعة وقد كما قلنا قد يشكل ذلك ظروفا أكثر موضوعية لإسرائيل لمحاولة البحث عن انتصار ما على الجبهة اللبنانية اشتركوا في القناة